واخيرا بعد غياب طويل رجعا من نفس المكان ونفس اللوحات ونفس الستوديو البسيط اللي سجل بمواضيع معنا رسم اشتاقيت لهذا المكان انا ما اشتاقيت له وكيدو التهم ما اشتاقيت له بهذا الفيديو رح نحتي عن موضوع موضوع حلو ومهم موضوع هو شنه الاهم التخطيط للتضليل يعني هو يجون تخطيط 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 قياسات تخطيط 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 كلها تحتي بالتخطيط بس ما احد يحتي بالتضليل يعني اي واحد اشوفه يحتي تخطيط وقياسات ماكو واحد يقول تضليل تضليل عن نفسي اشوف التضليل اهم من التخطيط نسبة التضليل للتخطيط هي 70 الى 30 يعني التضليل 70 بالمية والتخطيط 30 بالمية ليش؟ لثلاث اسباب السبب الاول القياسات بهواية طرق قدرون تحصلوا عليها عكس التضليل بطريقة واحدة القياسات تقدرون تحصلون عليها من طريقة المربعات من الطريقة الحرة بالداتا شو بايش يعني هواية طرق تقدرون تحصلون بها على القياسات بس التضليل ماكو بس طريقة واحدة هي تضليلك ثاني شي الوقت انا من الخطط هخطط التخطيط هياخذ بني وقت تقريبا 5 دقائق 10 دقائق مرة نص ساعة بس التضليل رح هياخذ مني يوم يومين ثلاثة النقطة الثالثة والاهم هي بصمتك بصمتك رح تطلع بالتضليل ما رح تطلع بالتخطيط يعني ستشوفون انتوا هواية رسامين هسا موجودين التخطيط ماتهم كل نفس الشي كل مشابه بس اللي يفرق هو بصمة الفنان فبصمتك رح تطلع بالتضليل مو بالتخطيط ما رح تشوفون رسمة يقولون عليها واو كد حلوة هاي رغم انه قياساتها مو صحيحة قياساتها غلط بس تضليلها قوي اللمسة مال الرسام او الفنان قوية بحيث اللي يشوفها يقول صدق هاي رسمة قوية او يقول عليها واو هذا الشي راجع للتضليل وهذا دائما اقول ركزوا على التضليل بالنسبة للمبتدئين دائما اقولهم ركزوا على التضليل قوي التضليل ماتكم لان القياسات رح تجي بالاستمارية القياسات رح تجي تلقائيا تجي وهي كل السهلة بس التضليل صعب ويحتاج وقت يالله الضبطوه يحتاج سنين يالله ينضبط فلهذا ببداية اقول ركزوا على التضليل قوي ايدكم بالتضليل ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو وتعجبكم هاي العودة وموتنسون تسوون كابتشينو لانجو كلش بارد وتفعلون زر الجرس حتى تجيكم باقي الفيديوهات وتحياتي لكم